السلام عليكم طلاب العزاء يا رب الخير رمضان كريم عليكم اليوم قطعتنا هي بعنوان living in the u.s عن العيش بالولايات المتحدة المترجم الى الامريكي حسنى سابعوني 2 صفحة 19 فراح اقرأ واترجم المترجم الى الوزن الولايات المترجم الى الامريكية بس ان يريد منك انه يكون عندك ورقة او دفتر صغير في كلمات المعنى مثلا نكتب اميغرانتس نكتب ديسندنتس والآخر هم الكلمات اللي انت تعتبرها جديدة عليك وتقاموا خاص مك يعني بعدين ترتبعين من الالف او من الـ A to Z وتبقى تقراح نوضيف مفردات للمفردات اللي انت تعرف So living in the US يقول The people of the United States are merely all immigrants يقول سكان الولايات المتحدة الامريكية تقريبا كلهم مهاجرين or descendents of immigrants يعني احفاد يقول اما مهاجرين او احفاد مهاجرين يقول انه بلد شاب and much of the population has relatives who live in other parts of the world يقول اغلب الناس هل هم اقارب يعيشون باماكن اخرى من العالم يقول ماذا انتظروا الناس عندما انتظروا الناس يقول ماذا انتظروا الناس اول واحد اسمه روبرتو سولانو عمر 24 سنة من مكسيكو مكسيكو هو مكسيك بلد يقع جنوب الولايات المتحدة ملك الجنوبي روبرتو ملك الجنوبي ملك الجنوبي من ملك الجنوبي قبل 10 سنة في بداية درجة بلد يقع بلد يقع ملك الجنوبي والدخل 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 يقول الآن لديه شغل ناجح مع أخوانا الثلاثة و أخوانا الثلاثة و أخوانا الثلاثة و أخوانا الثلاثة فهم عندهم محل يبيع مستدزمات كرة القدم إنه مدينة و مقاطعة في نيور يقول روبرتو السيد الثلاثة صديقته صديقته و مستثمر أخوانا الثلاثة و قبل أن تتفسك و ٍ٠٠٠٠ا الثلاثة أخوانا الثلاثة عندما جالت للموثة حوالا الثلاثة روبرتو السيد الثلاثة هزيتيشن أن تردد يعني جاوب دون تردد because I want to work hard and be successful يقول لأنني أشتغل بجد وأكون ناجح he certainly works hard يقول بالتأكيد هو يعمل بجد he's at the store all day يقول هو محلك طول اليوم then works as a driver in the evening يقول بعدين يشتغل سايق بالمساء that's why I like him يقول هذا السبب بأنني أحب أمريكا he says you can be what you want يعني سبب حبة لي أمريكا يقول ممكن تكون أي شيء أنت تحب when I first came here أول ما جيت I didn't speak the language أول أنا ما قد رحشي انجليسي and it was winter قد شتاء it was so cold there was snow now nearly all my family here now nearly all my family are here يقول كل عائلتي هنا not only in New York but also in California and in Texas طبعا نيويورك بالشرق California بالغرب Texas بالجنوب we meet about once a month we're going to take it مرة بشهر and have a huge Mexican meal huge يعني كبير meal يعني وجبة بيصار عندنا مثل وجبة كبيرة that takes about five hours بهاي الوجبة يعني خلصها بخمس ساعة we're all happy كلنا سعادة شخص الثاني اسمه انري بوريس عمر خمس و أربعين from Hungary انري بوريس انري بوريس انري بوريس يعني عالم بالرياضيات روتجرز 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 جامع في نيو جورسي في شرق أمريكا he came from Budapest 13 years ago اجا من Budapest قبل 30 سنة I had the opportunity to come here for two years من نشوف هذه الفارزة هنا معناها يعني هذه جملة هو قاله يقول I had the opportunity كانت لي الفرصة to come here تأجيهنا for two years لسنتين يبقى يقول after a year his wife came to join him بعد سنة زوجته اجت ويا and since they had a daughter صارت لهم بنية so they decided to stay قرروا يبقوا at first it was very strange غريبة everything is so big here كل شيء يبقى يقول I started to feel happy يقول بدأتشعر بالسعادة ونا بوراكار مجتلة سيارة يقول now I go everywhere حاليا روح كل مكان in هنغاري يقول هنغاري بهنغاريا we only use the car at weekend يقول بس ابنها تلسوا من سيارة but here your car is part of your life هنا سيارتك هنا سيارتك هنا حياتك nobody talks everybody nobody walks يعني ما حد يمشي يقول how does he find the people يقول سيئلوك شخص الناس very friendly محبي للصداقة the first question everybody asks أول سوال يسئلوك يا الناس where are you from نتمنوين people talk to you here محشون وياك they start a conversation ويبدون المحادثة يقول I like the fact that there are people from all over the world يقول أنا أحب أنه بهذا المكان أكون أسمه كل العالم يقول What about the way of life فأسأله طريقت العيش يقول اللي يحب هنا هو الاستقلالية independence معناها الاستقلالية Nobody tells me what to do ما حد يقول لي شو ما تسلو وشو ما تسلو You can do what you want ما تقدر تسلو أي شي تحب So you learn to make decisions تتعلم أن تشترون تتخذ القرارات for yourself لنفسك I feel in control يقول لها يشعرني عن المسيطر الشخصية الثالثة هي اسم هي أتان أمر واحد الثلاثين من هان كون يقول يقول is her Chinese name هذا ليه التونج هو اسمها الصيني but in English she knows Clara هنا كل شخص من كل اسم يسمي اسمها اسم تاني يعني يقول she came to the US وجدت لامريكا 8 years ago قبل 8 سنة and studied fine art بدت تدرس تلتفتشين تلتفنون جميلة Now she works on Madison Avenue for a publisher تشتغل حالين مشارع اسمها Madison Avenue for a publisher لدار نشر she married a Vietnamese American زوجة شخص فيتنامي أمريكي 3 years ago قبل 3 سنة and they live in Long Island ما عيش من المنطقة اسمها Long Island they don't have any children ما عدم أطفاء الحدثة what does she think of living in New York شنو رأيها بالعيش من نيويورك قالت it's very similar to Hong Kong مشابيره Hong Kong it's a busy city it's a busy city مدينة مكتظة very exciting مدهشة and people walk very fast I like these stores here تحب المتاجر they're huge and it's cheaper than Hong Kong but you need a car they start to say in Hong Kong everyone who is public transportation public transportation and it's cheap because it's a good and it's cheap I told you Hong Kong people could all it's cheap because it's a good and cheap I told you at first I hated driving here I told you at the beginning I told you but it's okay now I told you it's okay I told you what does she like the best the space the space the space the space here I live in a house with a yard yard it's so crowded and the people are friendly I told you they love the peace when I go jogging when I go work everyone says all the people they're saying hi they're saying hello and the food is from everywhere every country and the food is from everywhere and everywhere Your needs it went more because they came back a lot ايضا ببداعي كانت صعبة لكن بعدين الامور تمشي فانت ممكن ايضا تروح ممكن اتقول ان هذا هذا الشي سالف بس الحلم ممكن يتحقق اذا كان عندك طموح امنياتي لكم بالتوفيق رح نزلكم هذا مقطع الفيديو ويا قطع القراءة كل ويكند كل نهاية اسبوع رح يكون عندنا واجب بسيط امنياتي لحضراتكم بالتوفيق سلام